اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاصم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الأحداث التي حصلت في بداية شهر صفر سنة واحدة وستين للهجرة مع السبايا من آل البيت صلوات الله عليهم عندما وصلوا إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية بعد أن شف يزيد حقده من سبايا أهل البيت عليهم السلام وتشفى من رأس الحسين عليه السلام وحاول إذلال أهل البيت عليهم السلام والتنكيل بهم والتشهير بهم أمر بهم إلى سجن أو حبس في مكان خرب قرب باب العمارة غير بعيد عن قصره وكان ذلك المكان مسجدا مهجورا يكاد أن يسقط لأنه كان بدون صقف وظلوا في هذا الحبس أياما حتى تقشرت وجوههم وجلودهم وفي بعض الروايات أنهم ظلوا في هذا المكان قرابة العشرين يوم وكان يزيد بين الفينة والأخرى يحضرهم إلى مجلسه ليتشفى أو ليبين بقايا حقده وغضبه وبغضه وكرهه لأهل البيت صلوات الله عليهم وفي بعض الروايات أنهم أنزلوهم بعد ذلك دارا تتصل بدار يزيد فأقاموا فيها أياما ثم نقلوهم إلى دار أخرى يعني حطوهم ببيت بالقرب من قصر يزيد ومن ثم نألوهم على مكان آخر فإذا فرضنا على سبيل الفرض إذا فرضنا أنهم أقاموا في الخاربة خمسة أيام من أول صفر إلى الخامس ثم أنزلوهم في دار يزيد ثلاثة أيام ثم أفردوا لهم دارا ليقيموا المأتمة على الحسين عليه السلام ثلاثة أيام فتكون إقامتهم في دمشق على أقل التقادير 11 يوم والروايات في ذلك متضاربة تقول فاطمة بنت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكانت مع السباية إن يزيد أمر بنساء الحسين فحبسنا مع علي بن الحسين في حبس لا يقيهم من حر ولا من برد حتى تقشرت وجوههم ولم يرفع في بيت المقدس حجر على وجه الأرض إلا ووجد تحت هذا الحجر دم عبط والحديث طويل إلى أن خرج الإمام علي بن الحسين عليه السلام بأهل بيته وعائلته وأرجعهم إلى المدينة المنورة ثم إن يزيد أنا عم بحكي نحن ببداية شهر صفر عم بحكي بعض الجرائم التي فعلها يزيد مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعدم احترامهم والتنكيل بهم تتحدث الروايات أن يزيد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بالإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وصبيان الموكب من السباية ذكرنا في حلقة سابقة بأنه كانوا الصبيان عددهم خمس خمس صبيان في موكب السابي فأدخلوا على يزيد والناس ينظرون ثم قال يزيد لعلي بن الحسين عليه السلام أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله ما قد رأيت فقال له علي بن الحسين صلوات الله عليه بأي قرآني قال له ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فطلب يزيد من ابنه خالد أن يرد على الإمام علي بن الحسين عليه السلام فلم يرد خالد فقال يزيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فقال الإمام علي بن الحسين عليه السلام ليزيد ردا عليه يابن معاوية وهند وسخر لم تزل النبوة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد ولقد كان جدي علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم بدر وأحد والأحزاب وفي يده راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكفار ويلك يا يزيد إنك لو تدري ماذا صنعت وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذن لهربت في الجبال وافترشت الرماد ودعوت بالويل والثبور أن يكون رأس الحسين بن فاطمة وعلي منصوبا على باب مدينتكم وهو وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبشر بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم القيامة وقد ذكر المؤرخون وكتاب السيرة أنه كان للإمام الحسين بدي أذكر شوي مصيبة السيدة رقية صلى الله عليه وآله وزينب ورقية وكانت رقية عليه السلام عمرها ثلاث سنين ومن يوم استشهاد أبيها ما عادت طرى وعظم ذلك عليها استوحشت لأبيها كانت تحبه وكان يحبها وكانت تبكي لفراقه ليلا ونهارا وكان أهلها كلما طلبته يقولون لها هو في صفر إلى أن كانت ليلا من الليالي فرأت في عالمي الرؤية بنومها رأت أباها الحسين صلوات الله عليه فانتبهت وصاحت وبكت وانزعجت وقالت ائتوني بوالدي وقرة عيني فإني رأيته الساعة في المنام مضطربا شديدا وكلما فبهذه الحالي كانت رقية عليها السلام وهي صغيرة السن كلما حاول أهل البيت عليهم السلام اسكاتها ازدادت حزنا وبكاء وهلعا ولحزنها ضج أهل البيت عليهم السلام بالبكاء وجددوا الأحزان ولطموا الخدود وحثوا على رؤوسهم الطراب وقام الصياح فانتبه اللعين يزيد انتبه من نومه وقال ما الخبر قالوا إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها في عالمي الرؤية فانتبهت وهي تطلبه وتبكي وتصح فلما سمع يزيد ذلك قال ارفعوا رأس أبيها وحطوه بين يديها لتنظر إليه وتتسلى به فجاءوا بالرأس الشريف مغطى موضوعا في قد وضعوه في طبق ومغطى بمنديل وضعوه بين يديها فرفعت عليها السلام المنديل ورأت رأسا فقالت ما هذا الرأس قالوا إنه رأس أبيك الحسين فرفعته من الطشط وضمته إلى صدرها وهي تقول يا أبتاه من الذي خضبك بدمائك من الذي قطع وريدك من الذي أيتمني على صغري سني يا أبتاه من الذي من بقي بعدك نرجوه يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر ومن للنساء الحاسرات يا أبتاه من للأرامل المسبيات من للعيون الباكيات يا أبتاه من للضائعات الغريبات يا أبتاه من بعدك وخيبتاه يا أبتاه من بعدك وغربتاه يا أبتاه ليتني كنت لك الفدا طفلة صغيرة تتحدث بهذا الحديث يا أبتاه ليتني كنت لك الفدا يا أبتاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء يا أبتاه يا أبتاه ليتني وستت الثرع ولا أرى شيبك مخضبا بالدماء ثم وضعت عليها السلام فمها على فمه الشريف وبكت بكاء شديدا حتى غشي عليها فلما حركوها فإذا هي قد فارقت روحها الدنيا فلما رأوا أهل البيت عليهم السلام ما جرى ارتفعت أصواتهم بالبكاء وتجدد الحزن والعزاء ومن سمع بكاؤهم بكى لهم فلم يرى في ذلك اليوم إلا باك وباكية وقام أهل البيت عليهم السلام بتغسيلها فلما جردوها من ثيابها كانت آثار ضرب الصياط على جسدها الضعيف كفنوها ودفنت عليها السلام زينب الصغرى السيدة زينب الصغرى أم كلثوم عليها السلام كانت شديدة البكاء والنحيب على رقية فلم تسكن طيلة تلك المدة التي قضوها في الشام وعندما سئلت عليها السلام عن سبب جزائها وبكائها بهذا الشكل قالت لا تلوموني كنت واقفة عشية أمس بعد العصر وإلى جانبي رقية بباب الخربة وكان أطفال أهل الشام يأتون ويتفرجون ثم يذهبون فسألتني رقية إلى أين يذهبون هؤلاء الأطفال فقلت لهم فقلت لها إلى منازلهم فقالت لي عم ونحن ليس لنا منزل وغير هذه الخربة فلما ذكرت هذا الكلام منها لم تهدأ لي زفرة ولم تسكن لي عبره ودفنت عليها السلام في تلك البقعة الطاهرة التي طابت التي طابت بها دفنت وأصبح قبرها مزارا وقبة شامخة تقصده الملايين من المسلمين من الزوار من كل أقطار الأرض ويتبرك بهذا القبر الطاهر انظر أين يزيد ابن معاوية وأين هو قبره وأين هو ذكره مزبلة من مذابل التاريخ ملعون على كل لسان حر أبي ملعون على كل منبر من منابر المسلمين على ما صنعه بالحسين عليه السلام وبأهل بيته الأطهر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخذ برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة